إذن قبل أن نستكمل ملفنا نعرجع الهام الذي يظهر أسفل الشاشة أين تم التعرف على أربعة رهابيين تم القضاء عليهم يوم الثامن نجوان بمنطقة الواكش بالمدية والعملية التمشيط لا تزال متواصلة إذن نعود إلى ملف التغيير الحكومي جزئين تطرح مغادرة توزير السياحة عمار غول ورئيس حزب تاج تشكيلة حكومة سلة الخمسة العديد من تساؤلات حول مصار أطول الوزراء مكوثا في الحكومة ورقة في الموضوع لمصطفى تونسي أطاح التعديل الجزئي الذي مس حكومة سلال في نسختها الخامسة بعميد الوزراء عمار غول الذي عمر طويلا وحمل أربع حقائب وزارية طيلة أكثر من 16 سنة أولا الذي صال وجال بقصر الدكتور سعدان ودحت عبائة حمص التي شاركت ضمن التحالف الرئاسي لدعبيب تفليقة بداية الاستوزار كانت مع قطاع الصيد البحري سنة 1999 إلى الأشغال العمومية سنة 2002 فترة شاهد فيها القطاع فضيحة طريق الصيار شرق غرب ليعين بعدها في منصب وزير النقل لفترة وجيزة سنة 2013 تحول حمص في خطابها السياسي للمعارضة قبل رئاسيات 2014 أخلط أوراق غول الذي تمسك ببقائه في الحكومة ودعم الرئيس متخدا من حزبه الجديد تاج برنوسا بديلا لينتقل بعدها إلى قطاع السياحة سنة 2014 والتي خرج منها دون أن يقدم أي حصيلة لنشاطه الوزري عزل غول وخلافا على التكهنات شكل مفاجأة لدى العديد من المتتبعين لكن مصار ونضال غول لم يخلوا من خرجات طريفة وغريبة فمن المقاهي الشعبية إلى لعب كرة القدم مع الجنرال المقال توفيق إلى نشر صوره عبر الفيسبوك فإلى أين ستكون وجهة عمار غول هذه المرة؟ أم أنه سيكتفي بنضاله السياسي والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر